الإجابة على أسئلة المتابعين السؤال الأول لماذا يعمل العقل الواعي ضدنا وهو مسخر لنا؟ والسؤال الثاني هناك صوت داخلي يحدثنا باستمرار لمن هذا الصوت من المتكلم؟ نبدو صامتين للرأي ونحن في الداخل في حديث مستمر لا يكاد ينقطع الجواب المختصر للسؤال الأول العقل الواعي لا يعمل ضدك ولا يعمل لصالحك العقل الواعي ماكنة تحليل ومعالجة المعلومات بتوجيهك أنت والجواب المختصر للسؤال الثاني هذا الصوت الداخلي هي حقيقة عدة أصوات هناك الصوت الإلهي، هناك الصوت الشيطاني، هناك صوت المجتمع، صوت العادات، صوت التقاليد، وهناك صوت الأجيال السابقة في كتاب بهكافات جيتا نقرأ الشخص الذي يسيطر على عقله فعقله سوف يكون أفضل أصدقائه والشخص الذي يفشل في السيطرة على عقله فعقله سوف يكون له العدو الأكبر تعالوا معنا لكي نوضح أكثر لماذا يعمل العقل الواعي ضدنا وهو مسخر لنا والأصوات الداخلية وعلاقة العقل الواعي بالعقل الباطن فتعالوا معنا نريد أن نقول أحباءنا لا تظنوا أبدا 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 أنكم غير منتصرين في الحياة في روحك في أعماق أعماقك الانتصار الغير المحدود كل الظروف السلبية كل المشاعر السلبية ارفضها رفضا قاطعا لأنها ليست حقيقتك في هذه الأشكال سوف تتعرف على ما هو الذي يحدث في حياتك في حياتك هناك الجسم المادي يسمى بالعقل التحليلي الدماغ هذا العقل التحليلي أو الدماغ أو الجسم المادي ليس أنت وأساسا نريد أن نقول أنت لم تولد أنت لا تموت أنت لا تتمرض أنت لا تشعر باليأس أنت لا تشعر بالحزن أنت النقاء المطلق فنقرأ من كتاب بهقفات جيتا يقول اطفئ العالم المادي وسيطر على العقل وسوف تصبح حرا لأن الذي يسيطر عليك هو العالم المادي الحواس الخمسة هذه تخدعك هذه لا تعطيك الحقيقة المطلقة أنت تتمشى في مزرعة على سبيل المثال وترى فجأة أفعى تمر من اتجاهك أو من جانبك أو من أمامك ماذا يحدث؟ العقل الواعي يسجلها مباشرة في العقل الباطن فسوف تنتقل طاقة الأفعى هي كانت صورة ولكن عندما أنت ركزت عليها تخزن في العقل الباطن على شكل طاقة طاقة سلبية ترددات غير حقيقية ماذا يحدث الآن؟ هذه الصورة السلبية خزنت في العقل الباطن وبالتالي نرى بعض الناس سوف يقررون أنهم لا يمشون في نفس هذه المزرعة لربما هم سوف يلتقون أو يصادفون نفس الأفعى بمعنى هم سوف ينصادون بمخاوفهم من احتمالية الالتقاء بالأفعى مرة ثانية فهنا هذه الضربة السلبية أنه العقل الباطن الفكرة السلبية وهي الأفعى الآن تأتي إلى العقل التحليلي العقل التحليلي يحللها تحليل خطئ فيقول إلى الإنسان لا تذهب إلى المزرعة أو لا تمر من هذا الطريق لأن احتمال أن الأفعى سوف تراها أنت مرة أخرى واحتمال تلدغك فالعقل التحليلي الآن يعمل خطأ يكبر الموضوع ولو نعتبر أنه شخص آخر رأى هذه الأفعى في اليوم الأول ولم يكترث فذهب في اليوم الثاني في نفس الطريق فسوف لا يجد هذه الأفعى إذن شخصين الشخص الأول تأثرت والشخص الثاني لم يتأثر ماذا يحدث أو كيف العقل التحليلي يحلل التحليل هنا يعتمد على كيفية قراءتك لأحداث العالم المادي فعندما تأتي بالأحداث أحداث العالم المادي صور العالم المادي أخبار العالم المادي وتحلل على اعتبار أنك أقوى من الظروف السلبية ومن الأفكار السلبية فأنت تنتصر في الحياة وهذه هي حقيقتك ولكن عندما تجعل الظروف السلبية والأحداث السلبية تسيطر عليك فأنت تخسر حياتك ونقصد عندما نقول تسيطر عليك بمعنى تحليلك يكون خاطئاً لاحظ قوة الحدث هنا لنعتبر هناك ثلاثة حوادث مؤلمة مرت على الإنسان وقوة الحدث من واحد إلى عشرة مدى صعوبة الصدمة أو صعوبة الظرف الذي حدث إلى الإنسان فلو على سبيل المثال إنسان فقد أخوه أو والده أو والدته ولنقل أن قوة هذا الحدث تأثيره العاطفي والنفسي على هذا الإنسان سبعة أو ثمانية من عشرة هذا الإنسان عندما يصاب بهذا الحدث الحدث يخزن كطاقة سلبية في العقل الباطل والحدث يقوم باستمرار بتذكير الإنسان بهذه الخسارة أو الفقدان فعندما مثلاً هذا الإنسان الذي فقد والده عندما يخرج إلى الشارع أو عندما يلتقي بأصدقاء فيرى أن هؤلاء الأصدقاء لديهم آباء فهو يبدأ بالتفكير يقول لماذا الله أخذ والدي مني أو لماذا الكون حرمني من نعمة تواجد أو وجود الأب فهذه الفكرة السلبية مخزونة في العقل الباطن وتأتي إلى العقل الواعي وبالتالي العقل الواعي يقوم بالتحليل والمقارنات اعتماداً على الحقائق الموجودة في العالم الخارجي نريد أن نقول مرة أخرى أحباؤنا أن العقل التحليلي يحلل والعقل التحليلي يعتمد بهذا التحليل على ما هو موجود في العالم المادي نريد أن نقول أن العقل التحليلي أنت الذي يجب أن تسيطر عليه أنت يجب أن تقوده في التفكير أنت يجب أن تعرف كيف توجهه ماذا لو حدث لنفس الإنسان ثلاثة حوادث عنيفة هذه الثلاثة حوادث العنيفة سوف تخزن في العقل الباطن وتأتي هذه الطاقة السلبية باستمرار إلى العقل الواعي والعقل الواعي سوف يتصل بالعالم المادي ويبدأ بالمقارنات وإذا كانت الصدمة قوية وعنيفة سوف يشعر بالحزن يشعر باليأس يشعر بالإحباط في هذه الأشكال الثلاثة هناك ثلاثة قصص القصة الأولى كارثة سقوط طائرة التي نقلت فريق الركبي في جبال الأندس وقصة أمي مورن وقصة شارلز هونت ففي القصة الأولى هذه الطائرة كانت متجهة من الأرجنتين إلى تشيلي سانتياغو كانت تقل فريق رياضي يمارس رياضة الركبي ويتجهون إلى تشيلي لكي يخوضوا مباراة هناك وكان في الطائرة هذا الفريق مع أصدقاءهم وقسم من عوائلهم فسقطت في منطقة سلسلة جبال الأندس ما بين الأرجنتين وتشيلي وبعد السقوط توفى قسم منهم والقسم الآخر من شدة البرد والمعاناة والصعوبات الشديدة بدأ بأكل جثث المتوفين من أصدقاءهم بقوا أكثر من شهرين الشيء المهم في هذه القصة أحباؤنا وهو أنه أحد الناجين واسمه ناندو بيرادو ويتكلم في وثائقيات يعني حول هذا حول هذه الكارتة فيقول هو كان لديه إحساس في داخله أنه يريد أن يعيش الحياة ولا يريد أن يموت فهنا ماندو بيرادو لم يجعل العقل التحليلي تسيطر عليه الظروف السلبية بمعنى هو سيطر على فكر ووظيفة العقل التحليلي عن طريق الإيمان أنه سوف يستطيع أن يتجاوز هذه الكارثة فبدأ ناندو بيرادو مع صديقه روبرتو كنيسة بدأوا بالمشي بعد عشرة أيام إلى تشيلي يعني كانوا يجب أن يقطعوا مسافة طويلة جدا سلسلة جبلية مشيا على الأقدام للوصول إلى الحدود ما بين الأرجنتين وتشيلي ورحلة المشي لو تشاهدوها في الوثائقيات في يعني وثائقيات سقوط هذه الطائرة ليس سهلا وهم أساساً عندما بدأوا بالمشي لم يملكوا ولو أبسط المقومات لكي يتجاوزوا يعني هذه الرحلة السير على الأقدام ولكن بسبب تصميم ناندو بيرادو الأول حقيقة فبعد ذلك وصلوا إلى الحدود ما بين الأرجنتين وتشيلي وعندما وصلوا هناك شاهدوا راعي راعي غنم ففرحوا كثيراً كثيراً وبدأوا بندائه وبدأوا بتوضيح له أنه هناك سقوط طائرة في في مكان وشيئاً فشيئاً بدأت مروحيات تأتي إلى المكان وتنقذ الذين بقوا على قيد الحياة فما هو الذي يفيدنا في هذه القصة الذي يفيدنا في هذه القصة أحبانا نريد أن نقول أنه أنت بالرغم من الظروف الصعبة فالعقل التحليلي مجرد يكبر الظروف الصعبة يحلل هو لا يعرف العقل التحليلي نكرر أكثر من مرة هو لا يعرف هل هذا صحيح أو هل هذا خطأ هو ما كان التحليل فهو يستند على الوقاع التي تحدث في العالم المادي في القصة الثانية وهي قصة سيدة أمي مورين أمي مورين عاشت حياة سعيدة كما تقرأ أمامك ولكن حدث تغيير في حياتها وهي كانت في عمر الثالثة والعشرين وبدأت المعاناة كانت في علاقة قوية مع والدتها تحب والدتها كثيراً ولكن والدتها توفت وطبعاً يعني هذه التجربة صدمت السيدة أمي كثيراً كثيراً وبعد ثلاث سنوات أي عندما أصبحت في عمر السادسة والعشرين توفى زوجها وبعد ذلك تزوجت مرة أخرى وتوفى والد زوجها بعد فترة فهنا هذه القصة فهنا هذه القصة الظرف صعب على أمي وبدلاً من أن تعيش الفكر السلبي وتشعر أنها الضحية فهي تقول يعني في حواراتها في اليوتيوب ومقالاتها وأيضاً كتبها تقول أنه عيش فكر الضحية وأحسيس الضحية يسحب منك طاقاتك الفكرية وكلما أنت تعيش بظروف الماضي الحزينة وتقارن نفسك مع بقية الناس بمعنى تقول لماذا هذا حدث لي ولماذا فلان الشخص الفلاني حياته أفضل من حياتي ولماذا أنا باستمرار تحدث لي الآلام والمصائب فأنت هنا تقع في مصيدة الدماغ أو العالم المادي لأن كما قلنا هذه الظروف السلبية تخزن طاقات سلبية في العقل الباطن ومن ثم بين فترة وأخرى هذه الطاقات السلبية تسافر أو تذهب أو تنتقل أو تعيش في العقل التحليلي والعقل التحليلي وكما ترى أمامك يفسر ويحلل على أنها حوادث سلبية وعلى اعتبار أنك شخص غير محظوظ في الحياة وأيضا العقل التحليلي يقوم بالتكبير تكبير الظروف السلبية فيقول لك أنت ربما لا تساوي شيئا أو أن الحياة تكرهك أو الله يكرهك وأيضا يستمر العقل التحليلي بفتح حوارة سلبية فكلما مثلا تمشي في شارع فيقول لك انظر فلان هذا أفضل منك فأنت فقدت والدك أو فقدت والدتك أو فقدت زوجك يعني الحوادث السلبية باستمرار تأتي إلى العقل التحليلي لتقوم هذه الحوادث السلبية بالسيطرة على وعي الإنسان لأن العقل التحليلي نكرر ونكرر هو يحلل ويفرز يحلل ويفرز اعتمادا على أي شيء اعتمادا على الواقع المادي على الأحاسيس الخمسة وكما ترى أمامك هناك المستقبل القريب والمستقبل البعيد فأنت في المستقبل القريب كل شيء تتفاعل معه إيجابيا أو سلبيا سوف يغزن في العقل الباطن وأيضا لو تفكر بالمستقبل البعيد بعد شهر وسنة وعشر السنوات فتقول ربما أنا أخاف على مستقبلي يعني تفكيرك أو ربما مستقبلي سوف يكون بعد هذه الفترة غير مستقر أو ربما تخاف من شيء ربما يحدث في المستقبل وهذا الشيء هو يعود بأضرار لحياتك فهنا هذا العقل الواعي العقل الواعي هو لا يعرف التفكير الإيجابي أو التفكير السلبي العقل الواعي دائما يسجل الحوادث التي تحدث في المستقبل القريب وأيضا يفكر بالمستقبل البعيد لأنه يلتصق يتعامل مع العالم المادي ومن ثم تخزم هذه الحوادث التي سجلها العقل التحليلي في العقل الباطن على شكل طاقات سلبية أيضا القصة الثالثة شارلز هانت شارلز هانت عاش طفولة جدا جدا صعبة قاسية والدته كانت مدمنة ووالده يعني دخل فيه الدعارة كما تقرأ أمامك وتوفى والده توفى متشاجرا في السجن ويشرح شارلز هانت كم عانى في طفولته عاشت طفولة بائسة ولكن أيضا نجح في الحياة ويشرح سبب نجاحه في الحياة أنه في داخله على الرغم من القصص المأساوية التي مر بها يقول يقول أنه أنا كنت أركز على أنه الحلول موجودة أركز على أن شيء أفضل سوف يأتي إلى حياتي وهو يقول على الرغم من عدم وجود أي ملامح للإيجابية في حياتي فأنا أكرر يعني هو يقول أنا أكرر قول أن هناك ظروف إيجابية سوف تأتي لحياتي أن هناك مستقبل جيد وبالتالي نجح شارلز هانت حصل على الماستر في البزنس وتعرف عليه ناس كثيرون ويعني يتكلم بمناسبات متعددة حول كيف أن الإنسان يستطيع أن ينتصر على الظروف الصعبة السؤال الثاني من الذي يتكلم في داخلنا هناك حوارات داخلية تحدث باستمرار الإنسان يتكلم نقول مع نفسه أو ربما يحاسد نفسه أو يفكر في المستقبل هذه الأصوات ما هي مصدرها من أين أتت هذه الأصوات أحباؤنا هي مخزونة في العقل الباطن على شكل طاقات وكما أيضا ترى أمامك في الشكل هناك هذه الطاقات السلبية تتكون من طاقة المجتمع الجنس البشري يعيش في مجتمعات ومنذ بداية التاريخ البشري المجتمعات تتكلم هناك فلسفات سلبية فلسفات إيجابية حوادث سلبية حوادث إيجابية فأنت عندما تنشأ في مجتمع والعائلة ربما سلبية المدرسة سلبية الحضارة سلبية هذه تخزن تخزن شيئاً فشيئاً في العقل الباطن وطاقة المجتمع تنتقل إلى العقل الواعي والعقل الواعي يقوم بتكوين حوارات العقل الواعي يحلل ويعني يعالج هذه الطاقات نقص الطاقة المجتمع فأنت ترى نفسك تتحاور مع شخص هو ليس يعني هو ليس أساساً شخص أنت تتحاور معه وإنما هي طاقة سلبية أحداث سلبية مخزونة في عقلك الباطن هذه الأحداث السلبية عبارة عن كلام سلبي عبارة عن مشاهد سلبية عبارة عن صور سلبية عبارة عن ظروف سلبية عبارة عن قراءات سلبية فتأتي إلى العقل الواعي والعقل الواعي يقوم بتكوين حوارات أيضاً هذه الحوارات تأتي وكما ترى أمامك من طاقة الأجيال السابقة الأجيال السابقة التي أنت أتيت منها أيضا تؤثر عليك أما بصورة إيجابية أو بصورة سلبية فالجنس البشري بنى حضارات إيجابية وأيضا بنى حضارات سلبية الجنس البشري نشر السلام والجنس البشري انتشرت بينه الحروب والفقر والأحقاد والتجزئ فهذه طاقة الأجيال السابقة أيضا تنتقل إليك وبين فترة وأخرى هذه الطاقة السلبية نقص الطاقة الأجيال السابقة تسافر أو تنتقل إلى العقل التحليلي والعقل التحليلي يقوم بتكوين حوارات فأنت تتحاور مع نفسك ولكنك ربما أنت لا تعرف أن أحد هذه الحوارات هي مصدرها من طاقة الأجيال السابقة فنريد أن نقول طاقة الأجيال السابقة أيضا هي مصدر من مصادر هذه الحوارات التي تتكون في داخلك أيضا الطاقة الحوارية السلبية الأخرى هي الطاقة السلبية الشيطانية وكما تراها أمامك وتكلمنا عن دور الشيطان في حياة الإنسان وهذه الطاقة أيضا مخزونة في العقل الباطن ويقوم الشيطان أو هذه الطاقة السلبية أو هذا النوع من الطاقة السلبية بتكبير الظروف يعني لو كان قوة الظرف السلبي هو واحد فيقوم الشيطان بتكبيره ويعمله عشرة من عشرة ودائما الشيطان له تأثير على حياة الإنسان عن طريق تكبير الظروف السلبية عن طريق نشر القلق والخوف الحسد الغيرة فأنت تتحاور ولكنك أساسا لا تعرف أن هذه الطاقة السلبية الشيطانية هي التي تقودك في الحوار فمثلا شخص يقود سيارة فاخرة على سبيل المثال وشخص آخر لا يملك مثل هذه السيارة الفاخرة فربما يشعر بالغيرة من أين أتى هذا شعور الغيرة؟ وأيضا بقية المشاعر الأخرى مثل الحقد الحسد فهذه أيضا نوع من أنواع الطاقة السلبية ونقصد الطاقة الشيطانية التي تدخل إلى مجالات العقل التحليلي وبالتالي العقل التحليلي يقوم بتفسير أو معالجة هذه الطاقة السلبية وتبدأ أن تتحاور مع نفسك الشيء المهم أحباؤنا وكما أيضا ترى أمامك العقل الباطن فيه مخزون أيضا المواهب والاعتقادات ومخزون أيضا فيه موجود ذكريات إيجابية في الماضي القريب والبعيد وأيضا فيه الطاقة الإلهية الحب العبقرية الذكاء الهدوء وهنا لكي تنتصر أنت على الحوارات السلبية لكي تنتصر أنت في حياتك على الظروف الصعبة لكي تفهم الحياة أكثر لكي يكون لك اتصال عميق مع حقيقة الحياة يجب أن تركز على النقاء الحقيقي الذي هو أساسا طبيعتك وكيف تعمل هذا الجواب كالتالي تركز دائما على الذكريات الإيجابية في الماضي القريب والبعيد لأنه عندما تركز على الذكريات الإيجابية التي حدثت في حياتك وفي الماضي القريب والبعيد فالعقل التحليلي يقوم بتكوين حوارات إيجابية وبالتالي ظروفك تتغير لأن العقل التحليلي الآن يرتبط ارتباطا صحيحا مع العقل الباطن العقل التحليلي والعقل الباطن والعقل الكوني يجب هؤلاء الثلاثة يكون عملهم في تناسق فدائما نقول باستمرار أنه لو لديك ظرف سلبي في الماضي حدث أو ربما تشعر الآن بحوارات سلبية أو تشعر بمشاعر سلبية مثل الخوف، القلق، الضجر، الحيرة فهذه ليست حقيقتك فأنت يجب أن تغير الترددات وأحد الأمور المهمة في تغيير الترددات هو التركيز على الذكريات الإيجابية التي حدثت في الماضي القريب والبعيد أيضا تطور من مهاراتك ومواهبك وتفكر إيجابيا بمعنى تطور من اعتقاداتك ونقصد من تطوير الاعتقادات أنه أنت ترى هناك فرص حقيقية في حياتك وهذه هي الحقيقة ترى ظروف إيجابية تحدث في حياتك وهذه هي الحقيقة ترى أنت مبدع، أنت ناجح، أنت قوة، أنت ذكاء هذا النوع من الاعتقادات الإيجابية هو أيضا حوار حوار إيجابي لأن العقل التحليلي أنت تستطيع توجيهه وقيادته يعني أنت تستطيع أن توجهه يمينا أو يسارا أنت تستطيع أن توجهه بالاتجاه السلبي أو بالاتجاه الإيجابي بمعنى أنت تستطيع أن تسيطر على حياتك عن طريق تكوين أفكارك الإنسان له القدرة على السيطرة على أفكاره الشيء المهم أيضا في السيطرة على الحوارات السلبية والمشاعر السلبية أن تلتصق وتتحد بالإله بالطاقة الإلهية بالحب بالعبقرية بالذكاء بالهدوء يعني تقول في داخلي العبقرية أنا العبقرية تقول في داخلي الحب أنا الحب تقول في داخلي الذكاء أنا الذكاء تقول في داخلي الهدوء أنا الهدوء تشعر بأنك أنت الهدوء تشعر أنك أنت الذكاء أنت الحب تشعر أنك أنت العبقري تشعر أن الظروف الإيجابية حولك في تزايد باستمرار والحقيقة المطلقة في الكون أنك وكما ترى في الشكل أن الإنسان حقيقته هو في العقل الكوني فأنت تعيش من العقل الكوني خالي من الزمن والمسافة تعيش حراً صحياً قوياً ناجحاً ذكياً تبني صور إيجابية أنك ناجح ونجاحك غير محدود تبني صور إيجابية أنك بصحة غير محدودة بذكاء غير محدود بمعنى أنت تفصل نفسك عن كل الطاقات السلبية وترجع إلى حقيقتك تعيش بالعقل الكوني الذي هو حقيقتك هنا أنت شيئاً فشيئاً بعد التدريب وبعد فهم أكثر للكون وبعد فهم أكثر لنفسك سوف تشعر بشعور السرور والذكاء والجمال سوف تتكون حوارات إيجابية تركيزك سوف يزداد سوف تبدع في أعمالك في الحياة سوف تبدع في حياتك سوف تشعر أنك فعلاً السعادة الحقيقية عندما تغير أفكارك وتتحد مع الحقيقة المطلقة فيبدأ العقل التحليلي الآن بالانجذاب والانقياد باتجاه العقل الكوني بمعنى أن العقل الكوني أنت تتحد معه وبالتالي من هناك أنت تقرر كيف حياتك سوف تكون بمعنى أنت سوف تكون القائد لحياتك أنت سوف تبني السعادة وتبني النجاح والطموح وكل شيء أنت تريد أن تحققه عن طريق الرجوع إلى العقل الكوني فمن هناك الحياة الحقيقية التي هي موجودة أساساً فيك نشكركم مرة أخرى على مشاهدتكم هذا الفيديو ونراكم في الفيديوهات القادمة